أني إيه أنا أحفز نفسي تمام قبل ما جاوبك أخلينا أقولك كصة حقيقية تمام كان فيه واحد عنده مصنع سابون ومع زوفة الكصادية المصنع دوت ابتدى إيه إن هو ويقع الرجل اتوفى وعنده ابنه 12 سنة فالديانة جايين يطلبوا التف اللي هو عنده 12 سنة بالفلوس بتاعة باباه فالتف يخاف كبار أنه هو يعمل إيه يسافر بره البلد يشتغل فيه فلوس يسد فلوس ذات المصنع وهو في الطيارة أعدا برجل كبير فالرجل بيسأله أنت مسافر عند حد من قريبك أره رأ أره طب مسافر تشتغل شوانا معينة أره رأ طب أنت مسافر تعمل إيه أره أن مسافر تشتغل أي حاجة تمام عشان يسد الدين بتاع بابا وخار المصنع بتاعي أكبر مصنع في البلد الرجل الكبير قاله كلمة واحدة قاله إيه وحياتي تفقد غيرت إزاي في آخر الحلقة هقول الله حالتك وصدق مشاهدي تمام نقول لي بقى يعني إيه تحفيز أو يعني نحفز نفسي التحفيز نوعين نوع داخلي ونوع داخلي خارجي النوع الداخلي أنا عندي حافز أن أنا أفتح مثلا شركة أو أفتح مشروع معين بقرف الموضوع دوت بسمع فيديوهات بشهور حد عندي طاقة إيجابية أن أنا أحقق حلمي التحفيز الخارجي جاي من اتنين من الأسرة في البيت والأصدقاء وهنا لإما الأسرة تحفز الشخص هم والأصدقاء لإما يسمع كلام سلبي فالكلام السلبي الكلام الإيجابي بنشبهه عافظ في واحد عنده دور برد وبيسلم علي مثلا وبسني فبعد ما يمشي إيه هيحصل هيعديني فهو الأعدم مع الناس الإيجابية هتعديني بأفكار إيجابية أخري أحاول أعادتي كلها مع أشخاص إيجابيين بحاول ما سمعش أو مرمش ودني لأي حاجة سلبية عشان ما تعطرنيش عن حلمي أو هدفي طب إحنا ليه نعتبر دايما أن الحاجة السلبية بتعطل عن الحلم والهدف ليه ما تبقاش الحاجة السلبية لمصلحتي يعني أنا مثلا حد شايف أن أنا عملت حاجة مش كويسة فقال لي أنت عملت الحاجة الفرنية مش كويسة طالما إحنا في نطاق الأهل اللي هو أنا عارفة أنهم بيتكلموا للصالح طبعا مش بتكلم للناس اللي طول الوقت بتبقى نقدها هدام أو الناس اللي طول الوقت عايزاني أرجع الوراء بتكلم في الناس القريبين لأننا عارفة أنهم بيتكلموا مصلحة هيرتفق في الكلام فيه كلام ممكن أقول لك مثلا أنت الحاجة الفرنية عمرتها غضب بس لو عمرت كذا ماشي هيبقى أحسن مش كلام مثلا أجي أقول لك عندي مشروع الفراني تقول لأ أنت هتفشر أنت مش هنافع كان جالك أشطر فران عمل وفشر فده كلام يجيب لي إيه يجيب إحباط فين الكلام المشجع فيما كورة بتقول إيه يمكنك الحصول على كل شيء إذا كنت ترد ذلك وإذا لم كنتش عارف أنت عايز إيه فهمش تحصل على أي شيء يعني يا دكتور حريتك تقصد أنه أنا ممكن أسمع كلام سلبي أو حاجة ضد اللي أنا عايزها بس هي الطريقة هي الأسرور اللي بتتقلي بيها إزاي كلام إيجابي ولا كلام سلبي فلازم الإنسان يسأل نفسه أنا ليه عايز ده وش معنى الحاجة ديت فاسأل نفس السؤال في 1970 في عالم بريطاني اسمه توني بوزان عمل دراسة جميلة جدا أرقي عشان إنسان يحقق حلمه أو يحقق المشروع بتاعه يتخير المشروع بتاعه بصورة ذهنية بصرية يعني إيه كرام دوت تمام أنا مثلا نفسي أفتح شركة أو عندي مثلا مشروع معين أفتحه أتخير نفسي أن أنا أعمرت الشركة وأتعامل مع العمر وأتعامل مع الموظفين بس بصورة بصرية إن هو إيه أحط الصور قدامي هنا إرعاء بيستوع المعلومات دي بيجيب كل المعلومات اللي تخص المشروع بتاعي وعلى فكرة دي دراسة علمية ممكن مثلا من سيدة مشانير يسمعني وده كم مش منطقة يعني إيه أتخير مثلا بصورة بصرية هحقق أوه أنت هتتحقق بإيه لما تدي فكرتك مشاعر وإحساس وطريقة إيجابية بتفكر فيه أكيد هتتحقق ممكن أحط قدامي مثلا صورة لشخص ما أو لرمز معين في المجال بتاعي نجح وكبر وفضل طول الوقت الصورة دي قدامي علشان أبقى أنا عايز أوصل على الأل مش أبقى زيه أو ما بقاش نموذج مصغر منه ولكن أبقى عندي نفس الحافظ والهدف اللي هو الضغط يمكنك حصول على كل شيء مفيش حاجة اسمها ما ينفعش أو دوة مستحيل أنا ممكن أعمل أي حاجة طول ما الإنسان عايش يقدر يعمل مستحيل دوة مهم الفئة من أحد أكوار اللي يقولك إيه اللي بيصير في دمي وفي عقلي لابد أن يخرج للحياة الإنسان عشان يعمل أهداف ممكن يوأ أو أرم ويكتب حلمه يكتب هدفه بس الحلم يكون قبل التحقيق